خلينا دلوقتي نروح نصبح على زملتنا مننا الشرقاوي هنا في الستوديو صباح الخير عليك يا منا صباح الفل عليك يا هدي صباح الخير عليك يا شازلي صباح الخير عليك يا منا عندك تفاصيل كتيرة بخصوص أسعار الدهب والعملات في تغير طبعا في الأسعار خلينا مع بعض نشوف إيه التغيرات صباح الخير على كل مشاهدينا خلينا نتابع محاراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية هنبتدي مع بعض زي ما احنا متعودين بالدولار الأمريكي سعر الشرق 18 جنيه 27 أرش للشرق 18 جنيه 36 أرش للبيع اليورو 19 جنيه 4 أرش للشرق 19 جنيه 14 أرش للبيع الجنيه الاستليني 22 جنيه 31 أرش للشرق للبيع 22 جنيه 43 أرش الفرانكل سويسري 18 جنيه 32 أرش للشرق 18 جنيه 41 أرش للبيع اليوان الصيني 2 جنيه 68 قرش للشراء 2 جنيه 70 قرش للبيع الريال السعودي 4 جنيه 87 قرش للشراء 4 جنيه 89 قرش للبيع الدينار الكويتي 59 جنيه 46 قرش للشراء 59 جنيه 90 قرش للبيع الدرهم الإماراتي 4 جنيه 97 قرش للشراء و4 جنيه 99 قرش للبيع أما بقى أسعار الدهب في سجلة المتوسط كالقاتي عيار الدهب جرام فيه عيار 18 955 جنيه عيار 21 الجرام 1115 جنيه عيار 24 مسجل للجرام 1274 جنيه والجنيه الدهب مسجل 8920 جنيه ودلوقتي خلينا مشاهدين نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال التقس النهاردة التقس النهاردة حيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سينة وشمال الصعيد وفيه النهاردة فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية الشرقية ووسط سينة وفيه كمان نشاط رياح بكافة الأنحاء درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 31 درجة أعلى درجة حرارة ستكون في أسوان 44 درجة وأقل درجة حرارة ستكون في مطروح 23 درجة سنتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بعد قليل لكن خلينا على طول نرجع للزولاء شازلي وهدير نبتدي معاهم فقراتنا وأخبارنا تفضل يا شازلي وتفضل يا هدير شكرا لكم كمان شكرا لكم